في بداية عشرين اربعة وعشرين وفي ظل التخبطات اللي احنا موجودين فيها وكمان المشاكل اللي عندي شاومي بشكل كبير في اغلب موبايلاتها فانا جايد لك خمس اختيارات من شاومي في الفقن الاقتصادية انا من وجهة نظر الموبايلات دي كويسة انت مش هتشتكي منها لو اشتريت اي موبايل وكل موبايل فيهم بيقدموا القيمة مقابل سعره وفقته السعرية فقبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ان تساش لايكك سبسكرايبك رأيه ادفع لك درجة اني وصلك من دايمة كل جديد اما دلوقتي بقى خلان نخش في تفاصيل الفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي كنات وخلاني ابدأ بقى اقل فقاة سعرية عند شاومي موبايل كويس يعتمد عليه وهنا بيجي دور البوكو سي خمسة وستين سعر الموبايل مبدئين كده مية ستة وعشرين دولار حول بقى على حسب العملة لان موضوع الجنيه المصري ده في مشكل كتير فانا هتكلم بسعر الدولار وانت حول بقى لان الجنيه المصري كل يوم اصدد دولار اسعاره بتتغير مابدئين بالنسبة للتصميم اللي قال تصميمه حلو شكله شيك جدا الحواف المربعة الظهر المات تماما عندك كمان المربع الكبير اللي موجود فيه كلمة بوكو والكاميرات شكل التصميم شيك وريوش اما بالنسبة لنقطة الشاشة فالشاشة هنا برضو تعتبر كويسة جدا على فاقته السعرية اللي قال بيجيب شاشة تسعين هرتز بتوصل صوتوها لستمائة نيتز وللأسف الحاجة اللي مش حبيبها في الشاشة ان هنا معاك وحفة سفلية تعتبر مش كبيرة ومس صغيرة مقبولة على الفاسعرية دي ولكن ارجع واقول لك مية ستة وعشرين دولار دي شاشة تعتبر كويسة لو انت شفت اي شركة تانية هتلاهم بيقدموا نفس الشاشات دي او نفس التفاصيل بتاعة الشاشة دي نقطة الشاشة كويسة انا وعندش عليها اي اعتراض تماما ولكن انسى مشاهدة المحتوى قوي لان الموبايل انها مفوز سماعات استيريو فلازم تكون واخد ملك من حاجة زي كده اما باب النسبة للاداء فالموبايل اداء كويس كويس وحلو جدا على مية ستة وعشرين دولار معالج ميديا تيكولوجي خمسة وتمانين ومعك تمانية رام متين ستة وخمسين جيجا زكرة تخزينية تاخد اداء يومي كويس اداء العب كويس ولكن مش ستين فريم ومش تسعين فريم ومش الكلام ده انسى الكلام ده خلص انت هنا بتلعب في حاجة وتلاتين فريم فهنا انت هتقدر تلعب بدون اي مشاكل وده نظرا لانك دفع فيلوس قليلة مية ستة وعشرين دولار انت مش دفع مبلغ فيها متوسطة عشان اجيب لك موبايل قوي في الاداء فده اعتبر من اقوى الحاجات الموجودة في فئته فده حاجة اعتبر برضو كويسة بالنسبة لتجربة الكاميرات فالموبايل بيجي بكاميرا اساسية والكاميرتين تانين عزل وماكرو تجربة الكاميرا الاساسية كويسة طول ما انت بتصور في اضاءة عالية او اضاءة متوسطة شوية لكن هنخش في الاضاءة القليلة الموبايل هيبدأ يعني معاك ودي حاجة متوقعة جدا على الفئة السعرية دي برضو الكاميرا الامامية نفس الحكاية تجربتها كويسة بعيدا عن الارقام خالص ولكن حاول دايما تصور بالكاميرا الامامية في اضاءة عالية لو هتفكر انك تجيب الموبايل ده تصور بفيديو ما نصحكش تماما اطلع للفئة المتوسطة بلاش اي موبايل في الفئة الاقتصادية عامتا نيجي بقى للحاجات الكويسة اللي شاومي دايما بتحطها زي البصمة الكويسة اللي موجودة في زرارة باور بتشتغل بكفاءة وسريعة جدا مدخل ثلاثة ونص ميلي شبكات كويسة وممتازة طول منطب في شبكة كويسة مشكلة شاومي من وجهة نظري يا شبكة المكالمات في المناطق الضعيفة جدا لو انت في منطقة ضعفة الشبكة قوي ممكن الموبايل يعاني معك في النقطة دي ولكن شبكة الواي فاي ما فيهاش اي مشكلة تماما بتشتغل بكفاءة والموبايل مدى الواي فاي بتاعه حلو على فئته السعرية اخر حاجة معنا الموبايل بيجيب بطاريخة مستلاف ميلا امبير حي الوقت كامل معاك اليوم ولكن الشحن هنا مش اسرح حاجة تمنطيش هروات وده الطبيعي والمنطقي في الفئات الاولية دي نعلم الفئة السعرية شوية من شوية احسن شوية ممكن نروح سعر الموبايل دلوقتي مية اربعة واربعين دولار هنا الموبايل بيقدم تصميم ازاز هنا بقى بتبدأ تعنا شوية بتاخد تصميم ابخم وبتاعمل نفس الحواف المربعة والموبايل تصميمه شيك الصراحة ولكن خد بالك الازاز بيتكسر فحاول تحافظ على موبايل القدر الامكان الشاشة هنا اي باس تسعين هرتز ولكن الشاشة هنا بالهول بانش والشاشة هنا كمان بتجي فول اتش دي بلاس فهتوق تطور محترم في الشاشة ولكن ما زلت ما فيه السماعات استيريو هي سماعة مونو رس تجريدت الشاشة في احسن من البوكو سي خمسة وستين ودي كانت حاجة لازم اقولها لك هنا بقى في الاداة بتاخد تطور تاني لان انت معاك معالج ميديا تي كيلي جي تمانية وتمانين ومعاك نفس حجم الرام تمانية ونفس حجم الزكرة التخزينية متى ستة وخمسين جيجا تاخد اداء افضل شوية ولكن مش بفرق كبير الصراحة وبالنسبة الاداة الالعاب برضو هتاخد اداء افضل شوية يعني ممكن تخش في الاربعين فريم حاجة واربعين فريم بالنسبة لتجربة الالعاب. بس اللي فيه فرق فعلا تجربة الكاميرات. ان انت بتاخد كاميرا اساسية وكاميرا الترويد. مش كاميرا اساسية فقط. وفي نفس الوقتة معاك تجربة صور حلوة. وبرضو بالنسبة لكاميرا الامامية تجربة الصور حلوة وافضل من خمسة وستين بشكل واضح وصريح. ولكن ارجع واقول لك لو انت بتدور على تصوير فيديو اجاب الموبايل لانشاء المحتوى ابعد عن الفقل الاقتصادية تماما لانها مش بتقدم افضل حاجة لان الموبايل هنا بيصور الف وتمانين مفيش فوركي ومفيش الكلام ده كله انساء. نفس الحكاية برضو الموبايل بيجي بسماعات مونو ولكن برضو انت معك كل الاساسيات بصمة كويسة في زرال بور بتشتغل بكفاءة مدخل تلاتة ونصف ميلي بطارية خمس تلاف ميلي امبير شبكات كويسة جدا مفاش اي مشكلة واخيرا معك شاحن تمنتاشر واط وده يعتبر تاني موبايل محترم انا اقدر اقول لك رحت ومن شاومي الموبايل ده مش هيزعلك ومش هتعاني معه. نعلم بالفقى السعرية شوية ونوصل لحد مئة تلاتة وسبعين دولار بالتحديد وانا كان قدامي اختيار ما بين الاتنين. يا امي العادي من شاومي يا امي اللي هو موجود في نفس فقط السعرية حاليا. فانا قررت ان نختار لاني تاخد تجربة متكاملة اكتر. لو انت باعي استبدأ تخش في شاشات الاموليد والسماعات الاستيريو عايز تتفرج على محتوى مع تجربة العاب. يعني الموبايل متوازن قوي. تصميم محترم ما فيوش اي مشكلة تصميم برضو فخم وكل حاجة. ولكن برضو من البلاستيك مش من الازاز. ولكن المميز هنا ان انت معاك شاشة اموليد فول اتش دي بلاس تسعين هرتز. سطاها محترم جدا تحت اشعة الشمس. وكمان معاك هنا الغل بانش فمعاك الوان مبهجة. هنا بنبدأ نتكلم في شاشات الاموليد. وفي نفس الوقت الموبايل في سماعات استيريو عن الريدمي نوت والتولف اللي بيجي بسما مونو. فهنا ميزة في الموبايل ده. فهنا تقدر تتفرج عادي بدون اي مشاكل وتستمتع مع مشاهدة المحتوى. اداء احسن من الاتنين التانيين بحبة حلوين لان ان انت معاك ميديا تيك هلو جي ستة وتسعين. ومعاك برضو تمانين جيجا بايت رام متين ستة وخمسين جيجا زكرة تخزينية. زقة شوية في الاداء اليومي. وتاخد برضو زقة حلوة في اداء الالعاب. فالموبايل بيقدم اداء افضل من الموبايلين اللي قبله. انت معاك الكاميرا الاساس بالنسبة للتصوير في الصور. وخصوصا في الوضع الليلي. هنا بتبدأ تاخد صور مقبولة لحد ما. ولكن مازلنا برضو بنتكلم في الفقال الاقتصادية بس كاميرات مقبولة جدا. والكاميرا الامامية هنا اداءها احلى من الموبايلين اللي قبله. ولكن كان عادة لو بتفكر في تصوير الفيديو فهنا برضو مش احسن حاجة لان تصوير الفيديو هنا اخره الف وتمانين بس مازال كويس. بصمة كويسة في زرارة الباور. مدخل تلاتة ونص ميلي. وقلت لك ان الموبايل في سماعات ست المكالمات. النقلة الاكتر هنا ان انت معاك شاحن اسرع تلاتة وتلاتين وقت مع بطارية خمسة تلاف ميلا امبير. والشاحن موجود في العلبة بدون اي مشاكل. وكل الموبايلات اللي اتكلمت عنها كل اكسسوراتها موجودة في العلبة بدون اي مشاكل. اخر موبايلين معانا من شاومي بقى. وهنا بنخش في فئة المتين دولار. واحد بيتكلم في امتين وخمسة دولار. وكنت خلاص اقول له او ده الموبايل اكتشفت اللي في موبايل تاني بيتكلم في امتين وتمانية دولار من شا دولار والموبال ده تجربته احسن. ريدمي نوت سرتين الجديد. اصد البوكو اكس فايف. وانا هقول لك ليه? انا هروح للبوكو اكس فايف. بالنسبة للتصميم. الاتنين تصميمهم حلو. بدون اي مشاكل تصميم ممتاز وكل حاجة ده تصميم وفاق وده تصميم وفاق. والاتنين من الاخر من البلاستيك. الشاشة الاتنين اموليد. الاتنين مئة وعشرين هرتز. الاتنين اداءهم ممتاز. الوانهم ممتازة. الاتنين هول بانش. حواف سفلية تعتبر صغيرة. في الريدمي نوت سرتين للامانة اصغر. وسطوع الريدمي نوت سرتين اعلى لان البوكو اكس فايف بيتكلم في سمومية نيتس. ولكن بقى. معين بني نوت سرتين في تجربة الاداء متواضح. بيقدم ستناب درجون ستتمية خمسة وتمانين نفس نسخة الريدمي نوت توليف بتاع السنة اللي فاتت. اما البوكو اكس فايف بيقدم معالج محترم على الفأل الاقتصادية. ستناب درجون ستتمية خمسة وتسعين. وبالمناسبة الاتنين تمانية متين ستة وخمسين جيجا. بس لو انت بتاع اداء وبتفكر في موبايل يعيش شوية قدام فرأي الاسناب درجون ستتمية خمسة وتسعين احسن بشوية حلوين من الاسناب درجون ستتمية خمسة وتمانين. الاداء لصالح البوكو اكس فايف يدي لك اداء محترم. اداء كواس جدا. وخصوصا لو انت جيمر هتبقى مرتاح اكتر مع المعالج ده. هو مش احسن معالج في الحياة. فرامات عالية وكده. لان احنا لو هنتكلم في فرامات عالية الروح لفأة متوسطة. بس هو احسن معالج في الفأة الاقتصادية حاليا. بالنسبة للكاميرات اللي اتنين بكاميرا اساسية وكاميرا الترويد والحياة حلوة والاتنين بيصوروا فيديوهات الف وتمانين. حتى تجربت الصور قريبة من بعض. الاتنين تصورهم ممتازة الاتنين كويسين. الاتنين في الفأة الاقتصادية. بس انا من وجهة نظري ممكن اميل اكتر للبوكو اكس فايف. بيقدم شوية تفاصيل في الصورة احسن. شوية الوان افضل. اللي بيميز الريد منوت سرتين او اللي بيخليه يفرق انه بيجيب سماعات استيريو. لكن البوكو اكس فايف بيجيب سماعات مونو. السماعات اللي استيريو ما تخلكش تنسى الفرق في المعالجات والقوة بتاعة المعالجات. بقيت الحاجات التانية واحد. يعني بصمة كويسة موجودة في الاتنين. مدخل تلاتة ونص ميلي موجود في الاتنين. بطارية خمس تلاف ميلا امبير موجودة في الاتنين. شاحن تلاتة وتلاتين وقت وموجود في العلبة موجود في الاتنين. قوت شبكات الاتنين نفس الشبكات لانهم من شاومي. بس انا من وجهة نظري هروح للمعالج الاقوى. مع قرب الشاشات وقرب كل حاجة موجودة ما بينهم. واحد بتفاوق في السماعات الاستيريو. والتاني بتفاوق في قوت المعالج فمن وجهة نظري ثلاثة دولار فارق واخد معالج محترم بفارق وبس كده ديو الخمس موبايلات من شاومي شايفهم كويسين جدا ترشيحي للموبايلات دي الاول والتاني والتالت المحترمين جدا البوكوسي خمسة وستين او ريدمي نوت او كمان ريدمي تولف كويسين ريدمي نوت سرتين زي ما قلت لك عندي اعتراض شوية لانه واقع في نفس الفئة السعرية مع البوكو اكس فايف فانا اختار البوكو اكس فايف بس لو انت اخترت ريدمي نوت سرتين لانك عايز التكامل اكتر وعايز السماعات الاستيريو انا ما عندش اي اعتراض الموبايل اعتبر حلو ومفوش اي مشكلة وكالعادة لو حابب انك تدعمنا تحت الفيديو هتلاقي كلمة انتساد تقدر تنتزف في القناة وتدعمنا منديا عشان نقدر نكمل في المحتوى بازن الله وكالعادة انتظرين الفيديو جديد سلام